خمسة أشخاص على الأقل لقوا مسرعهم في مدينة هيوستن بولاية تكساس الأمريكية جراء هطول الأمطار المستمر منذ أيام والذي أدى لغمر المياه أجزاء كبيرة منها بعضها وصل ارتفاع المياه فيها لأكثر من متر ونصف المتر هيئة الطوارئ كانت قد أنذرت سكان المدينة بعدم مغادرة منازلهم بسبب عاصفة أمطار غزيرة تتعرض لها مصادر إعلامية محلية أوضحت أنه تم أعلان حالة الطوارئ في المنطقة وعلقت مئات الرحلات الجوية في مطار بوش الدولي وتوقفت أعمال سكك الحديث كما أغلقت المدارس والمكاتب وأبوابها وانقطع الطيار الكهربائي عن حوالى ألف منزل